اشتركوا في القناة والتنمية الاجتماعية موجهان سمو الوزارات والجهات ذات العلاقة كل في اختصاصه بعادة النظر في التشيعات المتعلقة بالطفل لضمان ان تكون العقوبة مشددة ورادعة عند التعرض للاطفال او حتى استغلالهم بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الماقر وزارة الصحة باتخاذ الاجراءات الاحترازية لترصد فيروزيكا والاستعدادات الوقائية اللازمة للحيلول دون ظهوره في البلاد وان تتم المتابعة والتواصل بخصوصه مع المنظمات الدولية ذات العلاقة والتنسيق مع المجلس الاعلى للصحة من جانب اخر فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بضمان توفير كافة انواع الادوية وتلاف القصور في اي نوع منها في الصيدليات التابعة للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية وكلف وزيرة الصحة بذلك بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى استكمال احتياجات قرية شهركان من البنية التحتية كالمجاري والخدمات البلدية وكلف وزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بذلك ثم اصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجهاته للوزارات والجهات الحكومية بمتابعة احتياجات المواطنين ومشاكلهم التي تثار عبر الصحافة والمناشدات التي ترفع من خلالها ودراستها والرد عليها بسرعة وتقديم الاجابات الشافية بشأنها بما في ذلك ما يتعلق بالمشاريع الاسكانية التي تعمل الحكومة جاهدة على ان تصل الى جميع مناطق البحرين وتلبي احتياجات اهالي هذه المناطق في القرى والمدن من جانب اخر فقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ما تم اتخاذه من اجراءات ادارية وفنية لنقل خزانات الوقود من عراد الى داخل مطار البحرين الدولي وما تم بخصوص تصميم وبناء خزانات الوقود الجديدة وملحقاتها داخل حرم المطار وقد قدم سعارة وزير المواصلات والاتصالات عرضا اطلع فيه المجلس على الموقف التنفيذي لمشروع نقل الخزانات حيث وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الى الاسراع قدر الامكان في الانتهاء من تنفيذ المشروع مع اعتخاب بعض الاجراءات التي تراعي الشروط السلام والنواحي الجمالية في الموقع الجديد بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول اعماله وقرر بشأنها ما يلي بحث مجلس الوزراء مشروع قانون يتيح منع المتهمين بالجرائم الارهابية من السفر اثناء التحرر وجمع الاستدلالات وذلك في ضوء المذكر المرفوع لهذا الغرض من معالي وزير الداخلية وقد قرر المجلس احالة المشروع اعلى الى اللجنة الوزرية للشؤون القانونية ثانيا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل قانون استملاك العقارات للمنفع العام رقم 39 لسنة 2005 ويرمي التعديل الى ضمان اخضاع كافة العقارات لقواعد عامة وموحدة عند استملاكها للمصلحة العامة وبموجب التعديل اعلى يسند الى الوزير المختص اصدار قرار الاستملاك مسببا ومرفقا به بيان تفصيلي للعقار موضوع الاستملاك ورسم تخطيطي لموقعه وذلك بعد التحقق من توفر شروط الاستملاك والاعتماد المالي المخصص له وقد احال المجلس الى مجلس النواب مشوع قانون بتعديل المادة خمسة من القانون المذكور اعلى وذلك في ضوء التوصية المرفوعة بشأنه من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ثالثا وفق مجلس الوزراء على مشوع قانون تم اعداده في ضوء الاقتراح بقانون والمقدم من مجلس الشورى بهدف ضبط عملية الدعاية الانتخابية وصونها من بتشديد العقوبة على من يخالف ضوابط وشروط الدعاية الانتخابية بالحبس لمدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تتجاوز الفي دينار او باحد هتين العقوبتين كما يشدد التعديل العقوبة على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس البلدية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات والغرامة التي لا تتجاوز الثلاثة الاف دينار او باحد هتين العقوبتين في حال قيام أي من هؤلاء بالدعاية الانتخابية في أماكن عملهم لصالح أي من المرشحين وقد قرر المجلس حالة مشروع قانون بتعديل المادة الحادية والثلاثين من المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب المعد في ضوء الاقتراح بقانون والمقدم من مجلس الشورى إلى السلطة التشريعية مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة بشأنه وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون القانونية رابعا وافق المجلس على مشروع اتفاق صداق بين مدينة الملامة بمملكة البحرين ومدينة واوهان بين جمهورية الصين الشعبية خامسا وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة جمهورية فنلندا وتفويض الوزير المختص بالتوقيع النهائي عليها سادساً اطلع مجلس الوزراء على نتائج الامتحانات الوطنية للصف السادس التي أجريت في مايو 2016 في اللغة العربية واللغة الإنجلينزية والرياضيات والعلوم وبعد العرض الذي قدمه بشأن المذكر المرفوع لهذا الغرض من سعادة وزير المواصلات والاتصالات فقد أحلها المجلس للدراسة في المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب سابعاً بحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة مقدمين من مجلس النواب الأول بشأن استخدام نظام الترقيم الدولي الباركود والثاني بشأن صالة للمناسبات في عراض حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هاتين الرغبتين على النحو الذي اقترحته اللجنة الوزرية للشؤون القانونية